وإذا نموسي قام يجربه قام احتراما وأدبا وكلمة يجربه نقيد على كلمة الاحترام كلمة مش حلوة يا معلم هذه الكلمة فيها احترام وكان بيسأل سؤال من أهم الأسئلة اللي راح أتكلم عنه طبعا الرب يسوع المسيح كان أو أعطى المثل اللي هو السامر الصالح وهذه القصة تعتبر واحدة من أعظم القصص المسيحية في الكتاب المقدس التي تعبر عن هوية يسوع وعن شخصية يسوع عن سلطان المسيح وعن حنان المسيح وعن شفقة المسيح بل محبة ونعمة يسوع المسيح طبعا أورشاليم تعتبر بلد عالي جدا تقريبا 900 متر فوق مستوى سطح البحر وأريحة تعتبر أقدم بلد في الوجود عمرها 10 تلاف سنة ومش بس أقدم بلد هي أخفض منطقة في العالم لأنها تقع في الشق السوري الأفريقي يعني في غور الأردن وبحر المية 420 ل 440 متر تحت مستوى سطح البحر فإذن النزول كان جغرافي من أورشاليم إلى منطقة أريحة طبعا أريحة لأنه كانت منخفضة فالطريق وعرة الطريق صحراوي وكتير منك اللي بيشاهد برامج المواقع الكتابية ولسيما في منطقة تسمى وادي القلب وين كنيسة سينت جورج المعلقة في سفح الجبل هذه المنطقة تكثر فيها الوديان وتكثر فيها الانحدارات المتعرجة الخطيرة والمنحنيات طبعا منطقة وعرة خطيرة حتى في العصر الحديث يعني كنا نسمع عن قصص يعني قطاع الطرق الذين يعترضون المسافرين في تلك المنطقة يقول الكتاب أنه ناموسي وهي الكلمة ناموسية يعني الشخص الضليع أو العارف في النموس يعني الشخص اللي دارس واللي بيعرف في الشريعة هذه النوعية من الناس اللي كل حياته بتكون في دراسة النموس شخصية أو رجل بارز له مكانة اجتماعية وسط الإليت سوساياتي يعني المجتمع المتفوق لأنه بيشتهر في التعليم النموس تفسير النموس وطبعا بيفحص التقاليد المتوارثة ولأنه ناموسي يعني في أمر بيتعلق في الأمور القضائية أن يمارس الأحكام القضائية وهذا نظام جديد على الأرجح ابتدى عند رجوع شعب إسرائيل أو شعب يهودة الأرجح من السبي البابلي وهذا كان في أيام طبعا زاروا بابل وعزراء اللي هو عزراء الكاتب وعلى الأرجح أن عزراء ابتدى في هذا النظام الجديد المعلمين والناموسيين بكل بساطة حتى حافظوا على الشريعة وما يرجعوا يرتكبوا الأخطاء التي ارتكبت في طبعا في الماضي اللي أدت إلى السبي وأنه الشعب يطرد من بلده وهنا أحبائي الرب يسوع بيتكلم عن مسافر هذا المسافر يعتبر مجازف يعتبر مغامر ولربما متهور لأنه أصلا هذا الطريق محفوف بالمخاطر وهذا الطريق مشهور يسمى أدوميم أدوميم يعني الطريق الأحمر أو الحمراء ونسبة إلى أو يسمى طريق الدم أو طريق الدماء لأنه عدة مرات كان في قطاع طرق وعالة الناس بتستأجر حرس حتى تمشي من هذا الطريق أو على الأقل بتمشي في مجموعات حتى يحموا أحدهم الآخر ولكن هذا المسافر كان لوحده بعدين الكتاب يتكلم عن الكاهن طبعا الكاهن هو الذي يقدم الذبائح في الهيكل والكاهن هو الذي يمارس طبعا التقوس والأعياد وطبعا بالنسبة للكاهن لربما ظن أن هذا السامري ميت وكونه يمس جثة ميتة فهذا يتنجس لمدة أسبوع فهو الذي يقوم بتقوس الهيكل ولكن طبعا في هذا المثل الرب علم إغاثة هذا المجروح أهم من تقوس الهيكل وطبعا بيتكلم عن السامري وبيتكلم عن اليهود